اشتركوا في القناة ومعالي الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير الديوان الملكي استقبل جلالته معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر عضو مجلس الوزراء وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في إطار العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين نعم حيث نغل معالي لجلالته تحيات وتقدير إخوانه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل انهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوب نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياتهم لجلالته بموفور الصحة والسعادة ولشعب مملكة البحرين بدوام التقدم والنماء وخلال اللقاء رحب صاحب الجلالة بمعالي وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي حيث أبلغه جلالته بنقل تحياته إلى إخوانه صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وصاحب السمو نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياته الخالصة لدولة الإمارات وشعب الشقيق بمزيد من الرفعة وتطور وأكد جلالته على عمق وتميز العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين والتي تشهد على الدوام تطورا ونماء على كافة المستويات ولا سيما في المجالات الصناعية والتكنولوجية وفي مجال النفط والغاز وقد شكر معالي عضو مجلس الوزراء وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة جلالة الملك المفدى رعاه الله على حرصه الدائم على تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات وخاصة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والنفط والغاز لكل ما فيه خير خير البلدين والشعبين الشقيقين